انت بتستعبطي يا سامو ولا فيه ايه الساعة تلاتة بالليل انت ايه اللي جابك من تأخر كده هو فيه ايه هو انت ما انتش عامل حساب ان فيه رجل في البيت عادي يستنيك وعيالي اعمل ايه بقى شفت الساعة كام وموكو لسه مجاتش لغاية دلوقتي وانت ايه اللي مصاحوكو لغاية دلوقتي هم استنيين ماما يا باب لا 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 اخد اخوكو ودخلوا نامو يلا عشان عندكم مدرسة بكرة عادر يا باب الله منعرف ايه تأخيري البقى الزيادة يعني عن اللزوم ده ومبلغ فيه يعني هو مش وراها بيتي يعني وقسرة وتيجي تاكم بالها منهم اهلا ازايك يا سعيد انت شايف افيدك الساعة كام ايوه شايف الساعة 11 ونص اعمل ايه يعني مش كان عندي شغل وبخلصك ولازمته ايه المرمطة والشغل اللي انت طلعها نازلة فيه ده وسايب عيالك بالمنظر ده العيال معدوش بيشوفوك اصلا في البيت لازمته؟ لازمته اني بحسن ظروف المعاشة اللي احنا عايشينها لازمته اللي انا بشوف العيال محتاجين ايو اجبهوله انت فاكر ان الخمس تلاف جنيه اللي انت بتدهملي بيكفو الشهر والحاجات اللي احنا عايزينها وطلبينها لا طبعا ما بيكفش حاجة وانا ما طلبتش منك تتزلي تشتغلي يعني وتجيب فلوس ولا اي حاجة خليك قعدة معززة مكرمة في البيت يا سيت وسيب ام الشغل اللي انت ما مفرحنالي بيه ده وطلع نزلة فيه اه وما جاي اقولك بقى هاتفلوس اجيب اكلي ولا حاجات تقول انا سايب لك المصروف هو ده يا دوب المرتب لانا باخده اعملك ايه وافضل بقى قعدة استنى واستلف من ماما ولا من اخويا عشان يديني فلوس واجيب بقى حكة العيال والله ممكن تدبقي نفسك يعني تماشي نفسك بالمصروف اللي بدهولي مش لازم يعني الفشخرة والكلام الفرغ اللي بتعود تشتريه ده اه فشخرة اه قلت عشان بس شايف انه هو ماش مهم فبتقول عليه فشخرة بقولك ايه انا جاي اتعبالها من تحت سعيد اسيب ندخل بقى ارتاح شوية لما فكرت حتى تسألي عيالك كلهم ولا شربهم ولا نامهم ولا اي حاجة يا شيخ ده انت بقيت حاجة صعبة اه انا جعان قوي انا كمان جعان قوي وما بيش حاجة في البيت التاكل في ايه في ايه اولاد احنا جعانين قوي يا بابا وما بيش حاجة في التلاجنا كله الله امال امكو فيه بابا لسه ما جاتش من شغل يا بابا يعني انتو لسه مكلتوش لغاية دلوقتي ايه ويا بابا مكلناش حاجة من الصفة خالص طب تعالوا تعالوا ننزل ناكل تحت وبعا كانوا بقى نيجي تاني ايه ده انت ريسا صحي يا سعيد ايه اللي مصحيك لغاية دلوقتي لاو النبي انت شايف الساعة في ايدي كام اه عارفة ان الوقتي متأخة معشان كنا مستغربة انت صحي يعني الليل لغاية دلوقتي انت بتستعبطي يا سام ولي فيه ايه الساعة تلاتة بالليل انت ايه اللي جابك متأخر كده هو في ايه هو انت ما انتش عامل حساب ان فيه راجل في البدء عادي يستنيك وعيالي اعمل ايه بقى بكرا عندنا جارد وكان لازم اخلص كل الورق اللي قدامي في الشركة عشان الجارد بتاع بكر جارد ايه وزيفت ايه اللي بتتكلمي فيه ما يتحرق الشركة على الجارد اللي بتتكلمي فيه ده عيالك عيالك فين من دماغي دي انا فين فين الحاجات المفروض تعملها لي وفين الحاجات المفروض تعملها لعيالك تصدق انا فكرت برضو في كده انا من بكرا ان شاء الله هشوف شغالة تقعد في البيت بقى تعمل اللي غادة وتخبالها من العيال لان بصراحة الفترة الجايه بقى عندي ضغط كتير وخصصا انا اترأيت في الشغل يعني اترأيت في الشغل لكن هنا في البيت نسيت بيتك ونسيت عيالك ونسيت وجوزك ونسيت الالتزامات والمفضل الحاجات اللي انت تعمليها ما 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 تكبرش الموضوع بقى خلاص هشوف لكم شغالة ولا حاجة تعمليكم الأكل والحاجة بتاعتكم طب وانا وواجباتك نحيتي هجيبي لي برضو شغالة ما ما تكبرش بقى الدنيا بقى خلاص بقولك ايه انت شايف للوقت ما تأخر ازاي وما ننفعش بقى نقعد نتخاني ونعلب صوتنا والعيل نايمة والجريم هيبوا سمعين الصوت وده كل يهمك ان الناس بقى سمعانا والعيل سمعانا لكن انت حل المشكلة اللي احنا فيها مش مهم وانت مفقرة انت ما تجيبه الشغالة خلاص الدنيا بقى زبطت عندك في بيتك وانت بقى مش مشكلة طلع من اول اليوم لاخر اليوم وانت مش موجودة في البيت مش مشكلة خلاص الشغالة ولا الخدامة اللي هجيبيها دي قدت خلاص كل الواجبات المفوضة تعمليها في البيت أمال عايزنا اعملك ايه يعني اسيب الشغل يعني ولا اسيب الشغل اه سيب الشغل سيب الشغل عشان خطر عيالك وبيتك سيب الشغل عشان خطر جزك اللي هيدع منك لا طبعا استحالة يعني انا لو الوقت قلتلك اي انا يا شغل هتختار الشغل برضو اكيد ومن غير ما فكر كمان على فكرة تمام او كده يبقى انت اللي اختارت بالسلامة بقى زي ما جيت كده وانت لابسة هدومك كده لم حتك وهدومك وبالسلامة بقى روح اشوف لك حتة عادي فيها وانا مش عايزك يا سيت انت طالق يا السلام بتطلقني يا اخوي عشان خطر الشغل بتاعي ما الشغل بتاع ده هو الفتح البيت وخلينا عايشين في المستوى اللي احنا عايشين في ده وخلينا تنطقنا وصيبنا المكان اللي احنا عايشين فيه وجيدنا في مكان انضف واحسن عشان خطر العيال طوز فيك وفي البيت وفي المكان كله كمان يا سيت انا مش عايز اي حاج انا عايز الاقي امراتي عادة في البيت مجاهزة للغدا واخدبالها من عيالها عيالك انا هيموت ومجوع النهاردة بسبب ان انت ممنتش موجودة في البيت اصلا ولا بتفقري فيهم انت حتى بترجع متأخار با بتفقريش تسألي العيال تغدهم العيال النضاف العيال مغيرين العيال نبسين العيال نايمين اي حاجة ما بتسألش عليهم اصلا هم فين واحنا فين من تفكيرك خلاص خلاص مش عايز ادوش انت مش صلقتني خلصنا الله يا ما عندك رحة الدم اقسم بالله ما عندك رحة الدم يا شيخ انا مش فاهم ازا انا عايش معاك سلين دو كلها من يوم ما اشتغلت وانتو طلعت فيها اول فكرت نفسك بقيت خلاص وزيرة اهلا اهلا حبيب قل بتيتا تعالوا تعالوا احبيب انا عملت لكم كل الاكل اللي انتو بتحبوه وحططه لكم جوه عالصفر وعملت لكم المهلبية والجيل اللي انتو كمان عاوزين يلا ادخلوا جوه بقى عالصفر اكلوا كل الاكل انا عايزاكوا تخلصوا كله عالصفر ما لك يا سعيد في ايه طلعت امراتي يا مام لا حولها ولا قواتها الا بالله يا ابن ليه عملت كده بتدها فرصة تانية يا سعيد كنت فاهمها كده بالراحة ان هي مهملة في بيتها وفيك وفي حياتها كلها تنفكر حاجة ان انا ما قلتش الكلام ده كله والله اقلت لها الكلام ده اكتر من الف مر بس هي بتسمع الكلام من هنا وتطلعه من ناحية التانية ولا كاين قلت اي حاجة هي اهم حاجة عندها انها تترقف الوظيفة وتقبض الابضية التمام بتاعتها وتصرف يمن وشمال وتجيب اكل وديليفر والفيلم اللي انت عارفها ده بس ده يا حبيبا ما بيعمرش بيت اللي يفهم يا حاجة اللي يفهم الكلام ده وانا بصراحة خلاص جبت اخر خلاص طلقتها ما قلت لكش انها عايزة تاخد العيال عيال اي يا حاجة هي بقولك بتيجي البيت الى الساعة 12-11 وهو اول الامبرع كانت جيالي الساعة 3 بالليل عيال اي بس يا حاجة ما هو ده اللي خلانت طلقتها ان هي اصلا مش مهتمة بالعيال ومش في دماغها العيال والله هي ماشي حتى ما سألتني العيال فين ابوصهم احضنهم اي حاجة تتأثر فيها حتى وتخليني افكر في اللي انا عملت معاها ده لكن للأسف ولا هي هنا لا اله الا الله والله ما عارف اقولك ايه بس عمتا كل يجيبوا ربنا خير يا ابني انا عندي حاجة كده عايز اقولها لك خير خير يا حاجة بنت خالتك لانت كنت خاطبها زمان اتطلقت يا رخرة بقالها ثلاث شهور والله العظيم اتطلقت اه هتعمل ايه نصبها يا ابني ما بتخلفش وجوزها عايز عيال يعمل ايه رحمة اللهها عشان عايز يخلف سبحان الله لا اللي معاها عيال مرتاح ولا اللي معهش عيال مرتاح اهو عايشين في دنيا غريبة بقولك ايه بقى مش بنت خالتك ده كانت حب عمرك زمان وانت ما شاء الله معاك عيال ما انتش عايز عيال ولا حاجة يعني مش هقصر معاك موضوع عدم خلفتها ده اه رأيك بقى نلم الشامع المغربي وهي برضه هتنبسط على فكرة يعني لما تيجي ويبقى معاها عيالك وهتقعد معاك في نفس البيت والله ماما ما فيش في دماغي جواز خلص دلوقتي انا مخنوق وارفان ومش طايق نفسي والله العظيم العيال صعبانين علي ما هنا بقول عشان خطر العيال كمان العيال هيلاقوا حد يطبخ لهم وياخد باله منهم ويشوف اكلهم ولبسهم وشربهم وانت هتبقى في الشغل انت ماتش هتفضل قاعد فاضي يعني عشان العيات وانت عارف انا برضه ممكن اقولك هاتهم عندي بس انت عارف انا برضه ست كبير ومش عارف اهتم بيهم ازاي ما تبقى واحدة معاهم كده في بيتهم عندك حق يا مام اشوف انت كده الموضوع ده وربنا يسهل كده ان شاء الله ماشي ان شاء الله باذن الله اتمملك الموضوع ده على خير باذن الله ازايك يا سعيد ازايك يا نهل العيال ناموا اه عشتهم ودخلتهم يناموا والحمد لله اذكروا كل حاجة وشاطرهم ومشاء الله ربنا يبارك فيهم طيب الحمد لله اخيرا اخيرا احس كده بجو واسر كده وامراتي عادة تستناني وانا ليه بركة لانت يا حبيبي طيب انت اللي حبيبتي ربنا خليك ليه يا رب ويقدرني كده ان انا سعدك يا رب يلا بقى حبيبي عشان انت عشحنا كمان يلا حبيبتي اصلا انا هموت مجدوعة ايه ده وانت ايه لي دخلت كده ودخلت ازاي من باب الشقة وانت دسة معاك المفتاح انا حبيبتي بقى صاحبة البيت البيت اللي انت ما صدقتي وجيت حطات رجلك فيه ده لا والله اللي انا عرفه ان انت اخترت شغلك وحياتك وسبت بيتك وعيالك وجوزك وانا جيت اهتميت بيهم وخدت بالي منهم ده بدل ما تقولي لي شكرا وكتر خيرك شكرا وكتر خيري ان انت خدتي مكاني في البيت لين شو الله انت هابل يا بيت ولا بتستعبطي انا عارفة عارفة ان هو كان خبك قبل كده من زمان وانت طبعا تلاقيك ما صدقتي قلت فرصة فضالي اما روح بقى ووضحك عليه بك المتين لا والله يا حبيبتي هو اللي جاني جاني وقال ان هو عايز يتجوزني عشان محتاج واحدة تهتم بعياله وتكون ام ليهم لان امهم مش فاضيالهم فانخترت ان اكون ام لعيالك في البيت زي ما انا عاوزة سعيد ايه يا حبيبتي مالك متضايقة كده ليه مفيش اصلا حصل موقف كده غريب بصراح مراتك الاولانية لقيتها معاها مفتاح الشقة ودخلت كده الشقة من غير ما تخبط ولا اي حاجة لقيتها في وش كده اه هتلاقيها حد قالها ان انا تجوزت عشان كده جاية تشوف بس ده جاريقة قوي ازاي يعني كده تفتح الباب وتدخل يعني ايه ده قال ما شبتش حد كده بصراحة تبجحتها دي سيبك منها سيبك منها هي هتلاقيها حبيبتي جاي عايزة تشوف مين اللي انا تجوزتها وعايزة تشوف فعلا اتجوزت ولا لا بس كده شكلها ندمان ان هي ثابتك على فكرة بدليل انها غارتة هيو جات تدور وراك متهيالك انت ما تعرفهاش انا اللي عارف هي جايها تشوف بس يا حبيبتي مين اللي انا تجوزتها وانا تجوزت فعلا ولا لا لكن هي غيرانا لما بتغيرش يا بتغيرش تغير على شغلها وبس طب هي سألتك على العيال بصراحة لأ ما سألتش عليهم خالص من شانا بقولك انا كنت عارف والله ولا هتسأل على العيال ولا هتسأل علي أصل هي جايها تشوف بس من اللي جات في البيت مكانها ازاي تفتح وتدخل البيت كلا من غير ما تخبطي انت مفقرة ان هو بيتك ولا ايه ايوه ايوه كان بيت ايه المشكلة انا ما افتح وادخل ولا خايت مش سيبتهانم حبيبتك الاولانية اما يا كايب حبيبت الاولانية والوقتي بقت مراطي كمان فخلي بالك وانت بتتكلم عنه بالسرعة دي رحت تتجوزت كده على طول واستنى ليه هو انا مفقرة ان انا حزن عليك والله ما حزن ولا حاجة بالعكس انت مكنتش مأصرة في حياتنا في حاجة ولا كنت لازمانة حتى في البيت الحمد لله لقيت امه ولقيت زوجه وبتاخد بالهم العيال وتذكر معاهم وتأكلهم وتغير لهم وتلبسهم مهتمية بهم على الاخر زي ما تكون امهم هي فعلا وانا ايه خلاص نسيتني انت اللي اختارت ان انا انساك انت اللي اختارت المزاجة الطريق اللي انت عايزة تمشي فيه ما ترجعش تلوميني على حاجة انا خلاص حياتي كده هكملها مع واحدة تانية فبطل الكلام بقى ملوش لازم انت انفكر انا رجع اقولك يعني رجعني ولا حاجة لا 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 ابدا انا رجع بس اشوف من دي اللي انت خدتها ومن اللي تجوزتها كده على طول وعرفت خلاص يا سيدي وشفت عمتا ربنا يسهل لكم انتو الاثنين مع بعض او لايقين على بعض والله صعبان علي شكلها بتحبك فعلا وندمان ما تعطيها فرصة تاني ورجعها يا بنت ارجع مين يا بنت دي ولا هي هنا مش انا بقولك هي مش في دماغها حاجة والله هي جاية تشوف بس انا جوزت مين مش اكتر من كده بترضي غرورها مش اكتر ودينا صحت الكل واحدة فيكم بتهتم بشغلها قوي وتنسى ان وراها زوج واطفال محتاجين رعايتها واهتمامها بيهم بصراحة اصل الدنيا مش كلها فلوس الدنيا برضو محتاجة شوية اهتمام وشوية حنية وشوية طيبة وشوية جدعان وبالاضافة للفلوس انا مش اقول ان الفلوس ماش مهم لا الفلوس مهمة وكل حاجة بس اقدر ادبق نفسي ومشي نفسي بمبلغ معين ومشي بي بيتي لكن اخر ببيتي عشان خاطر فلوس ده اللي استحال ويريد تكون الرسالة وصلت النهاردة لكل واحدة مهملة في بيتها وبتقول ما انا بجيب فلوس قد كده وباشتغل عشان اجيب فلوس في البيت بيتك اهم وعيالك اهم اهم اهم